السلام عليكم يا صديقي اهلا بك في فيديو جديد النهارة نتكلم عن سؤال تسأل لكل واحد داخل الجيم بتاقي او كل حد يشايف نفسه كابتن في الجيم او شايف نفسه بيرشد الناس في الجيم تسأله السؤال دوت وانا جاي اجاوبك عليه النهارة وهو اتمنى معيوم الصدر ولا معيوم الضهر طيب ولو انا عايز اتمنى الباية اتمنى معيوم الصدر ولا معيوم الضهر علشان نعكس الموضوع وهكذا عايف انت السؤال دوت اللي بيتسقل من كل واحد داخل الجيم انا جاي نوضع اجابك على السؤال دوت ايه الافضل اتمارن دي مع دي ولا ده مع دي هنشوف ان شاء الله يلا بينا اهلا بيك يا صديقي من تاني من غير بس ما تقولي ان انا بافتي وبهبد والكلام ده كله انا الحمد لله مدرب معتمد دوليا طيب انا جاي اقول لك ايه الافضل لتمرين الدراع عموما اتمارن التراي مع الصدر ولا مع الضهر واتمرن الباي مع الضهر ولا مع الصدر طبعا انت كده كده لو اتمارنت واحدة مع اي عضلة من العضلات كبيرة هتتمارن التانية مع العضلة التانية صحيح مصبوط الكلام دوت طيب الاجابة باختصار على حسب الشخص اللي قدامك بمعنى في عندنا من اتنين او في عندنا حالة من حالتين اما ان الشخص اللي قدامك دوت عامل يوم اساسي الدراع. وهو لو عامل يوم اساسي للدراع يعني كده كده فيه يوم للامز كده كده بتمرن يوم بايو تراي. ففي الحالة ديت ياخد في يوم الصدر عضلة التراي. طيب لو مش عامل ودوت السيناريو التاني ياخد في يوم الصدر عضلة الباي سيبس. ليه? لو انا عامل يوم اصلا للدراع فانا قريدي بضرب الدراع الضربة الرئيسية بتاعتي في يوم الدراع. وهو اني بمرن الباي مسلا من ثلاث لاربع لخمس تمارينات وبمرن يعني الباي والتراي طبعا بمرنهم كل واحدة فيهم من ثلاث لاربع لخمس تمارينات يعني من ثلاثة لخمسة ماكسموم. حل? طيب. لما باجي اسخنة او لما يجي ادخلها في يوم الصدر ويوم الظهر كتمارنتين او مسلا ست سبع مجموعات اضافية. بعمل وليس بتمرنها. بعمل تحفيز لها فقط. طيب يعني ايه بعمل تحفيز لها فقط? يعني انا عايز اود بدي بعض المغزيات وضخ دمي شوية في العضلة ديتك. لانها هتبقى اكيد ازوücken او كلمة نقطة ضعفة عندي. عايز اطوع من دراعي. فبدي له مجموعات اضافية في يوم الصدر الاساسي او يوم الظهر الاساسي. ففي يوم الصدر هياخد معي توايسبس. تباش مالك انا هياخد معايا توايسبس لان هي اودفيy شغالة. خد بلك راكز في حداة دي. هاخد معايا توايسبس لان هي اودفي اودفي في يوم الدفع. شغل معي في يوم الصدر كعضلة عضلات من عضلات البوشنج تمام فهي اوش اريدي شغالة معي فهي مجرد ان اديها تمرينين او ست مجموعات يعني او اربع مجموعات اضافية هي اريدي شغالة هخش مجموعات اساسية على طول على طول مش اعمل احماء هخش تمرينين فقط هيقدوا معي الوظيفة بتاعة لو انا بقى مش عامل يوم للدراع لو انا مش عامل يوم للدراع فانا مش عايز ان انا اضخ دم بس في العضلة الصغيرة اللي هي مش عايز ان اضخ فيها دم مش عايز اديها مجموعتين اضافيتين ولا تمرينتين اضافيتين لا لان اعايز اتمرنها ففي الحالة ديت ما اتمرنش مع الصدر لان هي عضلة شغالة شوف نفس السبب لكن هيترجم معانا هنا الحاجة وهيترجم معانا هنا الحاجة فانا لو مش عامل يوم للدراع يوم الصدر اتمرن لان الشغالة معي فمش اعرف اني امرنها مش احفزها مش اعرف اني امرنها بكفاءة وفاعلية واتمرنها بفوليوم كفاية هتلاقيها بتضعف مني بعد 3 تمارينات بس وتلت تمارينات بس للتريسيبس يعني 9 مجموعات مثلا او 10 مجموعات لو هي عضرة ضائفة عندك غير كافيين انه هم ينموها ممكن يحفظ لك عليها او ممكن زي موانا يحفزها لكن ينميها ما ظنش ان الكرام دوت هيحصل خصوصا لو مدخلها في اليوم كمان مع الشيست انه هو هيكون اه يعني تمارين اساسي يعني فاهم قصدي طيب في الحالة ديت هتمارن الباي مع الصدر لو انا مش عامل يوم للدراع هتمارن الباي مع الصدر لان الباي ما اشتغلش معايا في البوشنج او في الدفع عموما فالباي هنا عضرة فريش هابديها الورم اوب سيتس بتاعتها او اه مجموعات الاحماء بتاعتها مجموعاتين تلاتة وابتدي بقى كده ادخل في الوركينج سيتس هتبقى العضرة مش مرهقة من تمارينة الصدر اللي انا خلصتها فاقدر ان انا امرانها مش احفزها حلو الكلام تمام يبقى احنا كده عرفنا امتى الترايسبس احفزها ولا امرانها هو دوت اللي هيقول لي امرانها مع ان هي عضرة لو هحفزها بس يبقى امرانها مع العضرة اللي هي شغالة او ريدي معاها لان هي مش احتاج تسخين فبالتالي اي مجموعات تحفيزية لها اي مجموعات هتديها بوشنج في ان هي يعني اي فهمت يضخ دم فيها ويضخ مغزيات فيها فقط لكن لو همرانها مش هحفزها يبقى امرانها مع العضرة معاكسة ففي حالة الترايسبس همرانها همرانها مع الظهر لان انا في الظهر ما شغلتش الترايسبس بتاعتي انا في الظهر اا اقدر ان امران الترايسبس بكفاءة وفعلية واقدر ان امرانها بفوليوم كفاية يساعدها على انها تطور بس كده وفي النهاية بمناسبة الفيديو دوت فيه سؤال السؤال دوت لو جاوبت عليه اجابة صحيحة في اول يوم الفيديو دوت ينزل فيه اول اربعة وعشرين ساعة الفيديو دوت هتاخد معانا جدول تدريب لمدة ست اسابيع مجانا تدريب اونلاين طبعا هتاخد الجدول بكل الفانكشن بتاعته وبكل الوظائف بتاعته وبكل الممائزات بتاعته هتاخده لمدة ست اسابيع مجانا لكن انك تجاوب على السؤال دوت اجابة صحيحة في اول اربعة وعشرين ساعة من اما الفيديو دوت ينزل والسؤال بيقول ايه التمرين بتاع الظهر اللي بيكون فيه الترايسبس عضلة مساعدة مش البيسيبس ايه التمرين بتاع الظهر اللي بيكون فيه الترايسبس عضلة مساعدة جاوب اجابة صحيحة على السؤال دوت في الكومنت تحت الفيديو في اول اربعة وعشرين ساعة هختار لو اكتر من واحد جاوب اجابة هختار منهم بسرعة شرائية واحد هتديه البرنامج لمدة ست اسابيع تدريب اونلاين مجانا. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ما تنساش تفعل الجرس ان في فيديوهات قوية الناس ده ان شاء الله. وما توفيقي الا بالله. عليه توكلته وعليه انيب. ياريت طبعا تشارك الفيديو دهات مع جيم ماوي اخوك اللي مهتم بتحفيز وتمرين العضلات. اشوفك فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم. اشتركوا في القناة